بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع اسم من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعيش هذه اللحظات مع اسمه سبحانه وتعالى وهو من الأسماء المزدوجة المنتقم العفو وهما اسمان قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا التتالي المنتقم العفو قبله ذكر أبو هريرة المتعال البر الذي فارق الأكوان الذي خرج منه البر والأمر بالبر والتوفيق إلى البر والبر هو غاية الإحسان وغاية التقوى ولكن يأتي المنتقم العفو في بعض الأحيان يتقدم الجلال على الجمال وفي بعض الأحيان يتقدم الجلال على الجمال وهنا قد تقدم الجلال على الجمال لأنه منتقم لكنه عفو ذلك يخوف الله بي عبادة يا عبادي فاتقون المسألة ليست مسألة تخويف إنما هي مسألة توازن هي مسألة ترهيب وترغيب يدعو إلى الاستقامة المقصود أن نستقيم على صراط الله المستقيم المقصود أن لا نخرج عن حد البر أن لا نعصى ولذلك يهدد ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين ينحرفون وهذا التخويف الذي يخوف به عبادة يأتي مغلفا بكل رحمة يبدأ كلامه بسم الله الرحمن الرحيم يعني سبقت رحمته سبحانه وتعالى غضبه وسبق عفوه مؤخذته وسبق رأفته سبقت رأفته عظمته في المحاسبة وفي العقاب والثواب الله سبحانه وتعالى يأتي بعد كلمة منتقم ويأتي بالعفو ولذلك نراها من الأسماء المزدوجة التي لا تذكر وحدها يا منتقم يا منتقم يا منتقم لا هذا يعطي شيئا غير ذلك الترتيب المقصود فلابد علينا أن نقول يا منتقم يا عفو أما المنتقم أما المنتقم فيلجأ إليه الإنسان في حالة الضعف حيث لا يستطيع أن يصبر على أذية الآخرين لكنه أيضا لا يريد أن يوقع الأذية به فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فحينئذ له أن يتعلق بهذا الإسم حتى يخرج من انتقام ذاته ويحيل هذا الأمر على الحكيم العليم الذي يعلم هل يستحق هذا الآخر من هذا الانتقام فإذا كان يستحق فإن الله يوقعه به لأنه حكيم ولأنه يريد أن يعود ذلك الآخر إلى حضيرة قدسه وإلى استقامة منهجه وإلى صراطه المستقيم وإذا لم يكن يستحق فإن الله لا يستجيب دعائي بل يضعه في ميزان حسنات ذلك المظلوم الذي اعتقد أنه يستحق الانتقام الإلهي وهو ليس كذلك ومن هنا نهى علماء الإسلام أن ندعو على مشخص معين محدد وجعلوا الأمر عاما لأنهم أحالوه إلى علم الله وفي ذلك تحديد لعلم الإنسان وأن لا يتسرع في هذا المجال فإذا ما ظن في أحدهم سوءا لا يتسرع في الدعاء عليه بل إنه إذا ما تأكد ووصل إلى الغاية وخرج عن صبره وتكرر الإذاء ممن يظنه مؤذيا فإنه يتعلق بالله قمة التقوى وقمة الورع وقمة الاحتياط أن تجعلها لله وليس لعلمك ولا لرأيك ولا لظنك ولذلك من ضمن هذا يقول المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل كفاية ربي هو أعلم وهو الذي بيده العفو وهو الذي بيده إقاع الانتقام ولذلك هذه من الألفاظ المزدوجة التي نعيش في ظلها المنتقم العفو العفو ضد الانتقام ويمثل مع الانتقام كمال القدرة فلا إله إلا الله الرحمن الرحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته